صعد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمر سعدان من لهجته حيث هدد بالتحول إلى المعارضة في حالة حرمان الأفلان من تشكيل الحكومة ضمن الأغلبية البرلمانية التي يحوظ عليها كما هو معمول به في الدول الديمقراطية بعد تكريس هذه البنود في التعديل الدستوري الذي تمناه في أقرب الأجال باش نكمل الانتخابات وندي أغلبية في البرلمان وفي مجلس الأمة وفي البلديات ونبعد نقعد فوق الكراسة ونصفق على الحكومة اللي تجي ونصفق على الولي اللي يجي ونصفق على الإدارة اللي يجي ونخلي هذا العمل ماش قابلينه يجيب التحرير تسمع الناس كل الناس كل تسمع على روح يبقى التحرير عند أغلبية كيمة في العالم أجمع تحكم وكي تخطئ تخرج خرجوها الشعب ما يعطيها هذا هو قابلين هذه المعادلة إما يقبلونها في الحكم ولا يقبلونها في المعارض سعداني وفي كلمته التي وجهها إلى أعضاء المكتب السياسي مساء الأربعاء أشد بالدور الذي يلعبه حزب الأففاس صاحب مبادرة رعاية ندوة الإجماع الوطني باعتباره تشكيلة كبيرة ولديها قرار التغيير الذي يكون من الداخل على عكس أحساب المعارضة التي تساءل سعداني عن أسباب رفضها المشاركة في التعديل الدستوري التوافقي بحسب أوامر الرئيس بوتفريقة في مقابل همزه ولمزه في حالفه وغريمه الأرندي وصفاً إياه بحسب الإدارة الذي أصبح كبيراً في يومين رغم أن العمل السياسي يقتضي على تشكيلات نظاراً يفوق القرن وفي تصليح لقناة البلاد كشف سعداني عن تنحية موسى بن حمادي وبشير مصطفى من عضوية المكتب السياسي مؤكداً أن الأفلان لا يقوم على ولااء الأشخاص بالموازات عن كشفه عن استحداث محافظات جديدة بولايات الأغواط والجلفة ووهران وورقلة والودي والمسيلة وبجاية اشتركوا في القناة